وفي موضوع آخر استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النفط والمعادن حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية والذي أكد توفرها على النحو المعتاد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بالاستثناء للاختناقات التي حصلت في الفترة الأخيرة فيما يخص مادة الديزل موضحا للخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذا الجانب وذلك لضمان سياب وتلبية احتياجات المواطنين منها مشيرا إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى تلك الاختناقات والتي أكد أنها ستزول خلال الساعات القادمة المجلس ناقش أيضا مسودة مشروعي عقد إنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية بعدا وهي منطقة العلام والمنطقة الصناعية بالحديدة بنظام الإيجار طويل الأمد والموقع من شركتي عدن لتطوير المناطق الصناعية المحدودة وتهامة لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالحديدة